بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في هذه الأيام المباركة بدايات شهر ربيع الأول التي بشرت بقدوم أعظم إنسان عرفته البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أيها الأحبة لابد أن نجعل من هذه المناسبة تذكر نتذكر أخلاق النبي يعني أنا اليوم أحببت فقط أن أعيش مع جزء ضئيل جدا من أخلاق الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الناس كيف كان يعيش كيف كان يصبر كيف كان خلقه في تعاملاته اليومية أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام من المعروف عنه أنه لم يشتم أحدا أبدا ولم يغضب على أحد أبدا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان يغضب يعني عندما كان يؤذيه الناس لا يغضب لنفسه عندما كان يتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام يتهم في أخلاقه يتهم في لم يتركوا شيئا في نسبه في أهل بيته لم يتركوا شيئا إلا واتهموا به هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان رد فعله نريد أن نقتدي بهذا النبي نريد أن ندرس ما يسمى في علم النفس بردود الأفعال كيف كانت ردود أفعاله كان دائما عندما يؤذى في شخصه وأهله وماله وولده وأهل بيته كان يعفو كان لديه ثقافة العفو التسامح أيها الأحبة لدرجة أنه أوذي كثيرا وعندما نزل سيدنا جبريل لم يدعو على قومه سيدنا جبريل كان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أي دعوة ليحققها لهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل كان ينظر للمستقبل فكان يأمل بجيل جديد يأمل بأناس يوحدون الله يأمل بأناس يسيرون على أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع العلم أن صفة الغضب والحمية حمية الجاهلية كانت معروفة وكانت يعني من شيء من الرجال كانت صفة محمودة جيدة الذي لا يغضب كان يعتبر ضعيفا يعتبر خائفا يعتبر لا قيمة له بينما الذي يغضب ويعنف ويعني يؤذي الآخرين ويثبت قوته هذا كان له مكانة طبعا هذا قانون الغاب النبي غير هذه القوانين النبي عليه الصلاة والسلام في كل تاريخه وكل حياته لم يغضب ولا مرة من أجل نفسه بل كان يحزن عليهم لذلك القرآن دقيق جدا هنا في التعبير أيها الأحبة ماذا قال له قال له ولا تحزن عليهم لم يقل ولا تحزن منهم لم يقل ولا تغضب منهم لا ولا تحزن عليهم لأن الله عز وجل يعلم أن هذا النبي كان يحزن عليهم كان يشفق عليهم كان يضيق صدره عندما لا يستجيبون له خوفا عليهم وليس خوفا منهم أو حزنا منهم أو غضب منهم لا لذلك هذا النبي استحق هذه المكانة العالية جدا عند ربه سبحانه وتعالى طيب كيف كان في نظامه اليومي عليه الصلاة والسلام أول شيء أيها الأحبة ردود أفعال النبي كانت تابعة للقرآن يعني عندما يجد إنسانا يستهزئ بالقرآن كان يغضب لله عندما كان يرى إنسانا ظلم إنسانا كان يغضب حتى قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما استغرب الصحابة الكرام كيف ننصرهم ظالما يعني المظلوم يجب أن ننصره أما الظالم قال تأخذ على يده وتمنعه من الظلم يعني إذا رأيت إنسان ظالم يجب أن على الأقل أن تنبهه إذا لم يكن لديك القدرة أن أن تغير سلوكه نبهه على الأقل وبالتالي ردود أفعالنا أيها الأحبة اليوم اختلفت اليوم نحن نغضب لأنفسنا ولذلك نرى هذا البلاء يصب علينا صبا نرى هذه المشاكل وهذه الحروب بسبب سلوكنا نحن اليوم أيها الأحبة كل واحد يريد مصلحته الشخصية وطبعا هو لا يحقق أي مصلحة هو يدمر نفسهم أنت عندما تغضب لنفسك ولا تغضب لله هذا الأمر يؤدي بك والعياذ بالله أنك خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويخشى عليك أن تتابع في هذه المخالفة فافتهلك فيجب أن نجعل ردود أفعالنا أيها الأحبة تابعة للقرآن يعني النبي من أين استمد هذه الثقة فهذه ردود أفعال هذه من أين جاء بها من القرآن لأن الله يأمرنا يقول وعفوا عنهم وصفح وعفوا وصفح يعني مثلا الله تعالى يقول فليعفوا وليصفحوا يعني عليك أن تعفوا وتصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم طيب كما تحب أن يغفر لك الله إذن اغفر للناس كما تحب أن يرحمك الله ارحم الناس لذلك الراحمون يرحمهم يرحمهم الله سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالتالي أيها الأحبة هذا السلوك يجب أن نتعلمه يجب أن نتعلم السلوك التسامح في الغرب قاموا بدراسات كثيرة جدا على أناس كانوا يتميزون بالنجاح في حياتهم وبطول العمر نسبيا يعني ويتميزون بصحة أفضل ويتميزون بسعادة أكبر حياتهم سعيدة أكثر أكثر طيب عندما قاموا يعني دراسات حول هذا الموضوع وجدوا شيئا غريبا أن الأكثر تسامح هو الأكثر سعادة إذن قالوا قالوا أيها الأحبة العفو والتسامح هو الطريق قصير لتحقيق السعادة وليس المال لأن نرى أناسا لديهم المال وينتحرون إذن والانتحار يعني أنه مكتئب كره الحياة السعيد والمتفائل والذي يعيش هذه الحياة ويكون مطمئنا يعني في هذه الحياة ومرتاح هذا لا يقدم على الانتحار لذلك نجد أن نسبة المنتحرين أكثر شيء بين الملحدين طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه ثقافة التفاؤل في كل شيء والحقيقة هذه قاعدة مهمة في علم النفس أحبتي في الله اليوم علماء النفس يدعون للتفاؤل لأنك لن تغير الواقع يعني أنا 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 شخصيا ينتظرني بعد أيام مثلا موقف مثلا أفكر فيه وفيه شيء من الصعوبات لدي مشكلة لا تحل وبعد أيام سأذهب لحلها وأنا حقيقة لدي هموم كثيرة أنها لن تحل وسأتعب وسأتعرض لي تعب وجهد وأذى وانتظار إلى آخرين طيب هل إذا حملت هذا الهم سأغير الواقع لا هل ستحل هذه المشكلة إذا حملت لهموم بالعكس عندما أتفائل وأنسى المشاكل المستقبلية وأعتبر أن هذه المشكلة قد حلت وانتهت مع العلم أنها لم تحل بعد ولم يأتي المستقبل أقول في نفسي طيب يمكن أنا ألا أعيش إلى ذلك الوقت هذا رقم واحد رقم اثنان قد تأتي ظروف تغير المعادلة كلها كثير من الناس كان لديهم حسابات ولديهم أحلام وطموحات وأفكار ومشاريع ومخططات وأعمال وكذا جدوى الأعمال توقف فجأة بسبب حرب بسبب حادث بسبب موت أسباب كثيرة جدا لذلك أنا عندما أريح دماغي من هذا التفكير وأتفائل بالخير أولا أخفف من نسبة هرمون الإجهاد الذي يعني هو هرمون إذا كثرت نسبته في الدم هرمون مدمر هذا الهرمون يعني خلقه الله ليساعدني في حالات الخوف حالات محددة له أعمال محددة وليس لكي أتشائم وأغضب وأحزن وأتوتر أعصابي فيكثر إفراز هذا الهرمون هرمون الإجهاد فيعيق عمل نظام المناعة يعيق عمل حتى الدماغ حتى التفكير لا تستطيع أن تفكر بالفعل لأن الإنسان المتشائم مضطر بالفكر لا يتخذ قرارا صحيحا فعندما تتفائل التفاول أخي الحبيب يساعدك على اتخاذ قرار سليم بما أنك تمكنت من اتخاذ قرار سليم إذن أنت ستحل مشكلتك بشكل أفضل ليس كذلك وبالتالي فإن التفاؤل والعفو صفتين التفاؤل والعفو هما السبيل لتخفيف هرمون الإجهاد هذا وتعطي فرصة لجسدك ودماغك ولنظامك المناعي أن يعمل بطريقة أفضل عندما تتفائل رقم واحد وتتسامح يعني التسامح والتفاؤل مزيج رائع لحل المشاكل ولحياة أفضل ولصحة أفضل وأكثر ما كان يميز النبي عليه الصلاة والسلام التفاؤل والعفو وظهر ذلك واضحا عندما فتح مكة عندما قال اذهبوا فأنتم اطلقوا عفا عمن أساء إليه عفا عمن قتل من المسلمين ونهب وسرق واعتدى واستهزأ وآذاهم عفا عنهم هذا دليل أنه نبي لأنه لا يوجد بشر يتعرض لكل هذه المآسي ثم يعفو نحن نرى الحروب اليوم ونرى الانتقامات التي تحدث أين ثقافة العفو تكاد تكون معدومة اليوم أيها الأحبة النبي وهو في قوته وانتصاره يوم فتح مكة والمشركون في حالة الذل وهوان وضعف وانكسار قال لهم اذهبوا فأنتم اطلقاء فإذن أيها الأحبة هذا الأمر مهم جدا أن نقتدي به إذن خلاصة هذا اللقاء العفو والتفاؤل هما مزيج رائع لتعيش أولا حياة طيبة لتحل مشاكلك بسهولة لتنشط حتى النظام المناعي وعمل أجهزة الجسم وعمل القلب القلب أيها الأحبة في حالة عدم التسامح وعدم التفاؤل يتعرض لإجهادات كثيرة جدا ويتضرر كثيرا لذلك سلامة القلب مهمة التسامح والعفو والتفاؤل مهم جدا لسلامة القلب ومهم لاكتساب ثقة الناس لأن الناس تحب من يتسامح تحب من يتفائل يعني أنت جرب في حياتك اليومية في بيتك عندما تدخل وتكون متشائما طبعا النبي كان أكثر الناس تفاؤلا على الإطلاق يعني لو ذهبنا إلى مكة أو إلى المدينة في ذلك الوقت وتخيلنا أن النبي موجود الصحابة موجودون كان أكثر شخص تفاؤلا هو النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنت في بيتك عندما تدخل متفائلا تجد أنك تنشر السعادة تريح بقية أفراد الأسرة سواء أكبر منك أو أصغر منك عندما تدخل متشائما متشائما هكذا و يعني عابس الحقيقة توتر الآخرين تنشر التوتر وتخلق مشاكل سبب هذا يعني أنت توترك هذا يؤثر على الآخرين طيب عندما تمارس العفو في بيتك كلما أخطأ أخطأت زوجتك ابنك أباك أخاك تتسامح تعفو تبتسم هذا الأمر ينشر أيضا الحياة السعيدة لذلك من فوائد التسامح والتفاؤل أن تنشر السعادة حولك في أي مكان تجلس به تغير البيئة يعني الآن ادخل إلى طبيب تجد الابتسامة على وجهه مع أنه يعالج مريض سرطان يشرف على الموت يعني يعني أنت من أمامك انظر معي من أمامك هو مريض ويشرف على الموت وأنت تبتسم طيب هذا فن لماذا؟ لتنشر السعادة لهذا المريض لأن لأنك إذا نشرت السعادة تخفف معاناته على عكس طبيب آخر يدخل عابسا تجد أن أن ثقة الناس به أقل لذلك النبي كان متبسما متفائلا يمارس العفو باستمرار ويجب أن نقتدي بهذا النبي لنعيش حياة طيبة مطمئنة هادئة أنا سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأخلاق هذا الحبيب وأن يمكننا أن نطبقها في حياتنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر